اليوم كمان حكينا عن صور كنت عم تقولي لفترة كورونا كنت عم تحكي مع الصور طف بها البيت كمان ربينا كتير مع صور ناس راحت وين تمشينا قبل مع حضرتك وفي هون الصورة الوقفة نادية تواني اليوم كتير بتحكي مع صور اللي راحوا نو مع اهلي اكتر شي شو بتقولينو ابو كرة هالك بتصبح فيهم كوزة عليني بخبرو برجع بقلو ما انتو عارفين لشو عم بخبر كوزة بدي اقلك شي هديك اليوم كنت قاعدة عم فكر كت قاطعة من محل الستوديو ما عم بدي اقول اسمو طلع عمر بالقشفية الله يبجيه لك كل خير كل عمرنا افليمنا مظاهرة هونيك وهيك وصلي قاطعة هيك بالتاكسي طلعت هيك صرت ابكة قال لي شوفر التاكسي قال لي شو بكة قلتولو اشتقت جيب علبة تنقاتيف زاهرة حلو اي انا بحب الكتاب بحب القلم طلع عم نشتقل الورق كمدالك عم نشتقل الورق كله بها انا دايما بكتبات اوقات بقول وين النيجاتيف مشتقل النيجاتيف الاصلي حرفت ايه بحب الورق بحب ريحة الورق بحب القراءة بحب الكتاب وبنفس الوقت اشتقنا هيك روح نركود وردخينا وخلصتونا الصور ويجي كافي براقة وكافي حز اليوم اديه اسهل يعني كل شي عم نشوفه من تطور بس كمان كمان حتى احنا عم تحكي الجريد اليوم الورق يعني بتشوف اغلبية الجريد عم بيسكروا لانه بطل فيه الناس كله عم تقرع اونلاين يعني انه بتحس هيك فيه حنين انه حيصير اذا بديك الورق او النيجاتيف من التراث يعني بتحي بتشوفيهم بمتحف اصلا هلأ بايطاليا كنت عم بيبرم بمتحف بلش تشوفي القصص اللي نحنا عيشنيها صاروا بالمتحف مية بالمية يعني متل الكمبيوتر القديم او شفتوا بالمتحف احام قلتلهم ليك انه بلشوا هالقصص يصيروا بالمتحف يعني انا وقت كنت عم بنقول من بيت اطلعت هيك اليجوه بالجرور كيزوا عم لبيت نيجاتيف يعني طلع ما شو قولي مصورتهم ومش مزهرتهم فضغري اخدتهم يعني من كم سنة اخدتلوا اياهو انه دغري قلتلوا انا راح ضلع على التريفون رد علي احطيتهم وفلاد قالي اليان ما في شيء انه منذر من اي سنة ايه بيكون قدام فوراغم هيك قلتلوا ما تكبون وبعض انا عندي تاركتهم اذكر قلت باحد المقابلات جملة انا انا كنت حبيت العب ادوار مثلا لعبتهم نادين انجام كان شخص عم بيسألك على ال لا مش انه ده ادواره مثل ادواره ايه مثل ادواره مش عمقول دواره شو اللي برأيك المنع هيك تلعب هاد الادوار مش انا منعات حالي انه ايه انه لا انا من اول ما خلقت بديني يعني شو بدون يعطوني اتنان مغروب بس ليش لا يعني اليوم لاني بنظرون من الجوع اول اتنان ينغرموا فيه وتخنقوا مع بعض ونقبروا بعض اون هيك بنظرون هنه عرفته بس ليلي اليان نمري خاصة انه عند هالموهب اللي جبيره ما قدرت تغير هالنمط متل ما بكشف لاد العالم بس اياه ممثلة بالعالم شيري مصر شوي بس ليعطون مجال بس بلبنان ما في مجال يعني المعنده مواصفات ملكة الجمال اول ما او عارضة الازياء ما بنظرون انه ما في اتنان لانه لو بيسألوني بالحياة كانوا بشوفوا العجيب بس انه ما بيقتلعوا انا في اتنان مرة قبروا بعضهم كلمان ومين ربح ايه ربح اول واحد اولا ربحت حالي لا في ناس باوقات ما بيستهلوك عم جاري بقوله انه اليوم كان فيه بلك كان فيهن عمل صورة باللبنان انه نشوف لانه اليوم بتشوف هي نتفليكس اذا عم بتحضر اليوم صغيرت على نتفليكس ابدا ما بقى فيها النمط يعني بتشوف بالعكس انه ماعد ابدا المعيار الاساسي الشكل لانه بالمجتمع ابدا مش هاد الحقيقة هلا بعتقد كمان العمر صار عائق يعني انا وقت الكن لازم ينفتح صح هلا الا اذا فيش دور هلا انا كم معروضة على اي دور انا كمان فتحت مجيلة كل اشخاص اكبر مني يعني انا ومعروف جدا ومشهور جدا هو رح ينغرم فيه بهيدا المسلسل وقصة كتير حلوة برة بيعرفوا يكتبوه مزبوط مزبوط لهيك اشخاص مزبوط بغض النظر عن النهاية عرفت ايه بغض النظر اذا هي بتوافق تحب واحد اصغر منها لا اكيد انا ما بوافق لا انا انا صح يعني انا اول شي انا ما بعطي عمري وكتار قبل حكيوا معي كانوا اصغر مني لا ولا ممكن بس بس في ناس بطول الحب ما قالوا عمر ما قالوا دين ما قالوا شكل انا ايضا عم بكذب ع حاله ليش انا بالنسبة لا انا عم بكذب لحاله اليوم الرئيس فرنسي الرئيس فرنسي مجوز امرأة ما اللي بحترمه انا والله يطول بعمره ويخلي له اياها فس ليه بتاعتبغيها غلط لا انا بالنسبة لقلي بكل علاقة لازم يكون في توازن اه نتحكى بعض خاصة بالعالم العربي اول كلمة دي حكت على ابني واخدته وخدع مشاكل بالعائلة لا ما بتزغط لا بعدين لكن تبهي يعني فيه اشخاص انا كان عمري 45 انه كان عمري 35 ويتقدمولي ومستوى تفكيرهم كتير حلو بس انا ما بقدر يعني بحس حالي انه طب ما ابل خيه عمره 35 اولو عايب اولو عايب ولو انه بستحى يعني انا بستحى اذا غيري بيعملها هو حور ما بتلاقيها غلط يعني انا كان ابل خيه عمره 30 سنة قدملي شاب عمره 30 اه اه وانا عمري 45 عايب عايب اشتركوا في القناة